السلام عليكم اخوان كيفكم ان شاء الله بخير? عيدنا لكم بشرح جديد. اليوم ان شاء الله طلب مني كتير الفترة اللي فاتت كان شيتو البلياردو. اه طبعا انا بعتذر جدا ما كنت بنزل اي شروحات الفترة كنت كتير جدا مشغول. فان شاء الله اليوم اه عيدنا لكم الشرح على طلب المتابعين لقين. قبل ما ادى شكرا على هاي التعليقات الجميل اللي عم اتصلني. يعني انا ممتن جدا لكم. كمان شرح اليوم هزا انا على طلب احد المتابعين كان طلب مني اه شيتو البلياردو. فلذا شرحنا اليوم هيكون عن شيتو. كشباب. وكمان بالاخص رح يكون على الايفون يعني هو للايفون اندرويد لكن انا رح اشرح في الفيديو كيف تثبتونه على الايفون. يعني في ناس كتير كانت تواجه مشاكل انه تثبت شيتو على الايفون. كشباب طريقة كلش بسيطة ما رح تواجه فيها اي مشاكل بس فقط ركز معي وما رح تواجه اي مشاكل. رح تقدروني تثبتوا النسخة بالكامل على جهازكم بدون مشاكل. لكن هاي الفيديو رح يكون من قسم الى قسمين. القسم الاول رح اشرح فيه بعد التنزيل يعني بعد ما اتنزل التطبيق كيف رح تشغله عندك اول. كيف رح يعمل. كي? وبعد هيك في نهاية الفيديو رح اشرح لكم كيف تحملوا التطبيق. اعتقد ان هاي النقطة تكونوا. كي يا شباب? وبس هيك بدون ما انطر عليكم. مباشرة هون بعد ما بتنزل النسخة من الموقع ويصير معك نسختين على الجهاز. مباشرة تروح على الاعدادات لحتى تعمل النسخة اللي انت حملتها من الموقع وصوق. او كي? او تعمل لها اعتقد هاي النقطة واضحة. بعد هيك تدخل هون لحتى تعمل للنسخة اه توسيق او وصوق او كلها معنا واحد. وبعد هيك بتخرج وتروح للنسخة اللي انت حملتها لحتى نعمل تسجيل دخول. او كي يا شباب? اه بتعمل هون تسجيل دخول في بحسابك عادي ما فيه اي مشاكل. وبعد هيك بتعمل. وبس هيك. وبعد هيك بتخرج وتروح للنسخة الاصلية اللي انت اه نسخة الاصلية. اوكي? هاي النسخة الاصلية. لحتى اه دا يتعمل بدء اه مباراة او تلعب اه بداية جيم يعني. اه بتروح هون. انت لو بتشوف هزا هزا حسابنا الاصل يا شباب. بنروح هون لحتى نبدأ مباراة. بتبدأ مباراة على الاصل وبعد هيك بتروح لنسخة المهكرة او نسخة اللي فيها الشيتو. اوكي? متل ما بتشوفه هون النسخة هاي ما فيها اي شييتو. متل ما بتشوفه. راح نلعب بس كده لعبة سريعة وبعد هيك بنخرج. اوكي يا شباب? متل ما بتشوفه هاي نسخة ما فيها شييتو. وبعد هيك بتروح لنسخة اللي انت حملتها من الموقع التانية بتكون موجودة في الخلفية. اوكي? راح تلاقي يعني لسه مستمر معك. وما بيخرج لانك انت بتسجل حسابك في النسخة اللي هي الشيتو. وهون متل ما بتشوفه راح تلاقي مباشرة الشيتو تفاعل معك بشكل كامل جدا يا شباب. طريقة جدا جدا اسطورية يا شباب. اه بتعمل على الايفون وبتعمل بدون اي مشاكل نسخة شييتو على الاصلية على الايفون. الحين بقى نتوجه لحتى اشرح لكم كيف تحملونها من الموقع. اوكي يا شباب راح اشرح لكم الان كيف تحملونها من الموقع. تابعوا معي وخلونا نبلش على الموقع. والحين يا شباب بشرح لكم كيف تحمل النسخة على جهازك خطوة بخطوة. مباشرة اسفل الفيديو راح يوجهك على هاي التدوينة. بتلاقي رابط بيكون تركه لك في الوصف او في التعليقات. بك يا شباب تروح هون بيكون معك هاي المدونة بهذا الشكل. بكون تارك لك هاي البيز اللي اللي راح تنسخها قبل الدخول. طبعا اه متن ما بتعرفو النسخ الشيتو على الايفون بتكون مدفوعة. بس انا راح اشرح لكم كيف تحصلها بزيرو دولار. يعني ما راح ترفع اي شيء. اوكي? تابعوا معي. تنسخ اي فيزا من هاي الفيزا. اه من هاي الفيز. اي فيزا بتكون اه نسخها قبل ما تدخل للموقع. وبعد هيك بتكبس على اضغطه نفس. بهذا الشكل. راح يفتح معك هاي صفحة الشيتو يا شباب. اوكي يا شباب. هاي الصفحة اللي احنا راح نشتري منها النسخة ونسبتها على جهازنا الايفون او الاندرويد. اه بدون اي مشاكل. اه مباشرة تطلع لفوق وبعد هيك بتكبس على كلمة دخول او اه تدخل حتى تبدأ تشتري النسخة وتثبتها. بيفتح معك هاي الواجهة اه بيقول لك اختر الجهاز اللي انت بدك تحمل عليه النسخة او تثبتها طبعا انا الجهاز الايفون راح تختر الايفون ازا انت اندرويد حضر اندرويد عادي ما فيه اي مشاكل. اوكي? بتختر على الايفون. هون اه بيقول لك حدد النسخة اللي انت اه بدك تحملها او بدك تحصل عليها او بدك تشتريها اوكي? هنا اما تشتري او شباب عندك هنا ما بعرف يعني هي واضحة ولا لا بس اعتقد هي واضحة. فهونا وهنا طبعا احنا راح نختار الشيتو راح نختار اوكي يا شباب? بعد هيك هنا بيقول لك الرجاء تحديد مدة الاشتراك. مدة الاشتراك هاي المدة اللي انت بدك النسخة تبضل فعالة معك هاي المدة. فطبعا افضل افضل شيء انك تختار كلمة يعني شهر. اوكي شباب هزا اسبوع وهزا شهر. فراح نختار شهر. اوكي? بيفتح معك هاي الصفحة اللي حتى اه تم لهاي البيانات. طبعا هنا خانة هون بيقول لك حط البريد الالكتروني. يعني ايش البريد الالكتروني? اي بريد الالكتروني معك لحتى ازا مسلا حبيت انك انت بعد هيك ترجع النسخة او انك انت تلغي العملية فتسترد فلوسك من خلال هاي بريد الالكتروني. طبعا انا صح اكتب هنا اي بريد معك يعني. انت انت في كل الاحوال يعني انت ما راح تدفع شيء. راح نتعلم كيف تحصر النسخة ببلاش. فتكتب هون اي بريد معك يعني. اي بريد تبعك. بهزا الطريقة اوكي? وبعد هيك هنا في المنطقة التانية اللي هي ادخل طريقة الدفع. هنا يا شباب بتحط الفيزا لو تفتكر احنا نسخنا فيزا قبل ما ندخل للموقع. فهنا راح تحط الفيزا اللي انت نسختها. طبعا هي راح تكون معك لان انت نسختها قبل ما تدخل. فرح تحط لسق. هون راح تحط معك الفيزا بشكل طبقائي. اوكي? ما تغير فيه اي شيء تسيبها متل ما هي. اوكي? وبعد هيك بتنزل. اه وتضغط على كلمة تحقق. تمام? وبنتنتظر. تمام. هنا الخطوة الاخيرة اللي انت راح تحصلها هاي بيقول لك ممتاز انت الان مؤهل للتنزيل. بنجبس على الخطوة الاخيرة. بيفتح معك هاي الطسك. طبعا هنا بيحتاج انك انت بيقول لك اكمل واحد من هزي المهم لفتح القفل وبدء التنزيل. هنا بيحتاج ان انت اه تعمل عملية اكمال هاي تسك تكمل مهمة واحدة. بتكون يعني متل زي اعلان او متل هيك. فانت بتكملها. طبعا لحتى قطة الفيديو ما يطول بكمل انا مهمة وبعد هيك برجع لكم يا شباب تابعوا معي. وهون بعد ما بتكمل المهمة. راح يفتح معك هاي الواجهة ويقول لك اه تم الاشتراك بنجاح او تم الاشتراك اه جاري التحويل. هون بعد ما بتوصل لهاي المرحلة تلقائي جدا بيكون النسخة اه بدأت التنزيل معك. فالان بنخرج لحتى نشوف. روح هيك. تلاقي النسخة بدأت التنزيل معك متل ما بتشوفه. راح تلاقي النسخة بدأت معك هون عملية التسبيت. اعتقد هذا كل شيء يعني شرحت لك النسخة بطريقة بطريقة بسيطة. فاعتقد الطريقة كانت كتير سهلة وواضحة. فاذا اي حد واجه اي مشاكل سيبلي كومنت وانا راح ارد عليك واساعدك ان شاء الله. اوكي شباب. وبس هيك اتمنى كان الفيديو كتير سهل واستفدته. طبعا لا تنسى تعمل اللايك يعني تقديرا للمجهود. وبشوفكم ان شاء الله في شرحات قادمة. دمتم دائما وابدا بكل خير وصحة وعافية و الى اللقاء.